تدريب النهاردة كان فيه تفاصيل معينة يمكن الاهل النهاردة اكتفى او جهاز الفني اكتفى بمرانة بدني تجنب للارهاق والجهاز الفني اعفى اللاعبين الدوليين من تدريب النهاردة خاصة ان بكرة خلاص هينضموا لتدريبات المنتخب الاول مع الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري فيه تدريبات بدنية اضافية لرباعي النادي الاهل سعد سمير ومحمد محمود وحسين السيد وعمار حمدي كانوا طبعا تعرضوا الاصابات في الفترة السابقة فعشان تحضرهم لتدريبات القادمة بتزود الجرعة البدنية عشان يجهزوا للمرحلة اللي جاية مع الفريل اول فيلر عمل محاضرة نظرية ومحاضرة جماعية كده مع العامين في ملعب مختار التيتش قبل بداية التدريب وكان الجزء الهدف منه اللي هو التحفيز المعنوي للمرحلة الجاية والاستعداد للمرحلة المقبلة والاستعداد لمباراة الزمالك يوم 19 اكتوبر عمر السلية يمكننا طبعا نهاردة خلاص عمل اشعة رانين على الاصابة اللي اتعرض لها في مباراة اسوان طبعا الفحص المبدأي قال ان فيه جزع في الكاحل نتيجة الكادمة القوية اللي اتعرض لها في المباراة فيه كلام طبعا ان الاصابة ان شاء الله تكون خفيفة ما ياخدش فيها اكتر من حوالي عشر تيام اسبوعين وان شاء الله يكون جاهز للمرحلة القادمة ولما لا بإذن الله يكون جاهز لمباراة الزمالك او حتى بعد المباراة الزمالك لان خلاص فيه وفرة في خط وسط فريد نادي الال قدامنا في الصورة كابتن حسام عشور كابتن الفريق فيه كمان حمد فتحي حمد فتحي واداو المتميز في الفترة الاخيرة فيه كمان اليو ديانج اللاعب المالي اللي تم استدعائه مع منتخب مالي في الفترة جاية عندنا كمان لعبين دوليين اجانب موجودين في منتخبات بلدهم علي معلول في المنتخب التونسي فيه كمان اليو ديانج مع المنتخب المالي وليد أزارو لم يستدعى فيه المنتخب المغربي في الأجندة الدولية القادمة محمود متولي بدأ مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي بدأ النهاردة تنفيزه مرحلة التأهيل والجاري داخل ملعب مختار تيتش للي اتمنان على حالته تجهيزه في الفترة اللي جاية محمود متولي كانت تعرض لإصابة مزقف العدل الخلفية في مشاركته الأولى مع النادي الآلي في مباراة السوبر المحلي أمام نادي الزمالك ياسر إبراهيم أيضا كمان أدى النهارة تدريبات استشفائية على هامش المران وكان تدريب منفرد مع طاري عبدالعزيز أخصاي التأهيل تدريبات منفردة النهاردة لسنائي حراس سمر مالنادي الآلي شريف إقرامي وعلي لطفي تدريبات تحت إشراف ميشيل مدرب الحراس ضمن تحضيرات الجهاز الفني للمرحلة اللي جاية طبعا محمد الشيناوز أخذ أجازة نهاردة عشان بكرة يكون موجود مع المنتخب الأول المنتخب الأولمبي استدعى أربع لاعبين للمرحلة القادمة المنتخب الأولمبي عنده مباراتين وديتين أمام جنوب إفريقيا يومية 11 و13 أكتوبر الجاري كنا نعافين منتخب الأولمبي الفترة اللي جاية خلاص بيستعد لخد غمار التصفيات الإفريقية أو بطولة الأمم تحت 23 سنة اللي هتستعد إن شاء الله للبطولة اللي هتنزم في مصر مصر معها مالي وغانا والكاميرون مجموعة قوية جدا لكن لكلنا ثقة في الكابتن شاوء غريب ولعبته إن شاء الله في المرحلة اللي جاية منتخب الأولمبي استدعى 28 لاعب له هذا المعسكر من ضمنهم أربع لاعبين من النادي الأهلي رمضان صبحي وعمار حمدي وصلاح محسن ومصطفى شبير تدريبات المنتخب الأولمبي هتكون على ملعب الفرعي في استاد القاهرة وأيضاً كمان ملعب استاد السلام الملعب الفرعي لستاد السلام وهتبدأ إن شاء الله من بكرة الاتنين استعداداً لخوض مباراتين أمام جنوب إفريقيا مبارات ودية كابتن سارة عبدالحفيز قال للجهاز الفن بيضع خطة أعداد الفريق خلال الفترة التوقف الحالي وقال فترة توقف فرصة طيبة أن نحن نبدأ نجهز اللاعبين للمرحلة الجاية بالشكل المناسب اللي شايفه الجهاز الفني بقيادة ريني فيلر قد يكون هناك مباراة ودية أو قد لا تكون يعني حسب الظروف في الفترة الجاية أو حسب أفقار ريني فيلر شايف المباراة تكون الفريق محتاجها ولا استعداداً للمرحلة الجاية بالنسبة لانطلاقة المسلم والاستعداد لعودة المسلم بعد أو عودة المسابقة بعد التوقف الدولي أيمن أشرف كان لدي تصريحات مهمة بعد مباراة الأمس قال هدفنا الحفاظ على لقب الدوري وسعيد بوجودي في المنتخب خلال الفترة القادمة قال مواجهة أسوان كانت مواجهة صعبة جداً نتيجة إقامتها في درجة حرارة مرتفعة والأجواء كلنا كنا تبعناها وشوفناها في أسوان درجة حرارة عالية جداً وارتوبة عالية جداً وده صعب جداً على أي لعب كورة في العالم أن يلعب في مثل هذه الأجواء خاصة لما بيكون ملعب كمان مجهز وفيه أضواء كشفة فكان الأفضل لمباراة تتلعب بالليل في المساء لكن عموماً نتيجة أسوان صاحب الملعب وصاحب المباراة كان ليه رؤية أنه يلعب المباراة في التوقيت الحالي طبعاً اتحاد القرى آخر خبر معايا اتحاد القرى في بيان رسمي صدر منذ لحظات الاتحاد فيما معناه هو بس عايز وصر رسالة أن إذا تم تعديل أماكن أو ملاعب عدد من المباراة بتبقى نتيجة الخطابات الأمنية أو وجهة نظر الأمن في الفترة الحالية الاتحاد المصري قال في بيانه أن كان محدد انطلاق الدوري يوم 21 ستمبر وقال للنهاية هتكون في شهر مايو لكن محددش تاريخ انتظاراً للاتحاد الإفريقي وأجندته الإفريقية لما يحدد موعد نهاية إفريقيا في الفترة اللي جاية قال إن التحاد القرى قال إن التحاد القرى قال إن التحاد القرى اللي بتجرى على الملاعب بتكون بطلب من الجهات الأمنية وده اتحاد القرى ولايحة المسابقات حددته قبل بداية الموسم وقال ده بيتم بالتنصيق مع الجهات الأمنية وده الأندية نفسها بتخاطب الجهات الأمنية لما بيتم تحديد الملاعب دون تدخل من اتحاد قرى القدم بشكل عام هو الاتحاد عايز وصل رسالة معينة أن المباراة بيتم تحديد ملاعبها في بداية الموسم وإذا تم نقل مباراة من ملعب لآخر بيكون بناء على خطاب أمني أو وجهة نظر الأمن لظروف ما في نقل هذه المباراة من ملعب إلى ملعب آخر أعتقد الرسالة وصلت من اتحاد الكرة لكن بشكل عام إحنا همنا الفترة الجاية أن يكون في انتظام للمسابقة والموعيد والمباراة كلها تقام في توقيت واحد عشان المسابقة لازم تنتهي في معادها الرسمي خلال نهاية شهر مايو أو اليونيو عشان نستمر في هذه الموعيد بشكل رسمي خلال الفترة الجاية لأن انتظام موعيد المسابقة بينعكس بالإيجاب على المنتخب الوطني في المرحلة القادمة